خلينا اتفل معاك الأول مبروك لكل جمالين نادي الأهلي مبروك لمجل صدارته مبروك لكل الجهاز الفن واللعبين موسيماني عمل شكل جديد لنادي الأهلي موسيماني خلال فترة بسيطة دي لا يعني حد جاي هو أساسا كان يتمنى أنه يتوجد داخل نادي الأهلي حقق هدفه هو موسيماني غير من أداة غير من الشكل الهجومي غير من الأداة الجماعي غير من نسبة الاستحواذ نفسها أنت مستحوذ وبتلعب بشكل جمال وشكل جماعي موسيماني يعني راجل وقعي ما بيفتش في تشكيل النادي الأهلي ما بيفتش في طريقة اللعب لا هو راجل عارف هو إيه الخامات اللي معاه بيستخدمها بالشكل الصح زي أنت بتقول اسم محمد أفشا محور اللعب بان عليه في كل المشاطات اللي لعبها موسيماني لحد الانسان في الدورة في طولة أفريقيا كان نحلة في الملعب هو بان عليه وهو راجل معجب بأدو جدا ويقول لك ده لعب محوري بالنسبالي يلعب رقم عشرة يتقدم شوية إحنا لو شفنا برح طريقة جديدة جدا ما هي الأهلي كان يفتقدها سواء كان في فورات الدورة أو في أفريقيا الضغط الضغط من أول دقيقة هو الجنة الأولية أفشا جاء من طريق الضغط على المدافع على طريق مدافع الودات مع أن جبران ده طول الموسم مع الدوري في الدوري المغربي وفرقته كان كويس وما بيحصل وليس نطلعش منه أخطأ بس تحت ضغط طلعت منه أخطأ ربنا قطر أخطأ الفترة الجاية في مطلع عودة إن شاء الله لا يعني الحاجة المميزة في موسيماني لا هو غير من طريقة لعب النادي الأهلي غير خلى فيه نظام جامعي بشكل كبير جدا كنا مش شايفين ده الفترة اللي فاتت انت لو جيت بصيت سواء كان في الناحى اليمين هتلاقي في ناس مكملة محمد هاني حسين الشحاد بيكمل معهم أفشا بعض الوقت بتيجي الناحى الشمال مش متسبة كده فيه علي معلول بيكمل معها على طول سواء كان حمد فتح أو اليو جانج بيكمل معهم أفشا برضو بالناحى التانية بيكمل معهم أجاية بتشوف مروان بينزل استلم الكورة بتشوف لا شايف طريقة شايف خطة مختلفة دماما عن أي مطشط فات يعني شفنا ضغط وشفنا أداء واستحواز بسجمة جبيرة جدا يعني وصولك للمرمى في أكتر من مرة حسين الشحات الأولى عدم التوفيق كان ممكن يعمل أسس كتيرة خلال المباران بارح ومروان محصن كان منتظر أكتر من فصة بس ما جاتلوش بس هو برضو كان أداء وحلو مروان محطة هجومية مهمة جدا 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 لأي مدير فني المهاجم عندنا احنا بنربطه عندنا بالأحراز الأهداف ما فيش يعني هو ده مهمته الأساسية ترجمة نانسي قنقر